اكد المقدم ركم بحري اسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على عمق العلاقات التاريخية والشراكات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما وصلت اليه مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من مستويات متقدمة في مختلف المجالات خاصة العسكرية والدفاعية منها وأكد سموه أن ذلك جاء بفضل ما تحظى به العلاقات البحرينية البريطانية من اهتمام متواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ومتبعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع اليوم ألواء زاك ستينينغ قائد أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية البريطانية حيث رحب سموه بقائد الأكاديمية والوفد المرافق مشيرا سموه إلى الدور الذي تطلع به أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في إعداد وتأهيل الضباط والنهج الذي تنتهجه الأكاديمية بما يسهم في تعزيز مخرجاتها ومواكبة آخر التطورات والمستجدات في المجال العسكري والدفاعي كما تم خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون التنائي بين البلدين الصديقين في المجال العسكري وسبل تعزيزها بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة اشتركوا في القناة